وفي ختم الزيارة الرسمية التي قام بها دولة سيدنا ريندا رامودي رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة إلى مملكة البحرين صدر عن مملكة البحرين وجمهورية الهند البيان المشترك التالي بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين قام دولة السيد ناريندا رامودي رئيس وزراء جمهورية الهند بزيارة دولة لمملكة البحرين يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر أغسطس عام 2019 ورافق دولة رئيس الوزراء وفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الهندي كأول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى مملكة البحرين تعد حدثا تاريخيا هاما في العلاقات الآخوية الطويلة الأمد والتعاون الثنائي بين البلدين والذي تم تأسيسه على أساس الروابط التاريخية الوثيقة والمبادئ والمصالح المشتركة بالإضافة إلى الطموح المشترك لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار الدولي واستقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر القضيبية دولة الضيف والوفد المرافق له وذلك بحضور صاحب السمو الملكي رئيس وزراء مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حيث تم تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقد أقام حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين مأدبة عشاء رسمية على شرف ضيف البلاد وتقديرا من جلالته لجهود دولة رئيس وزراء جمهورية الهند في تعزيز العلاقات البحرينية الهندية فقد منح حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وسام البحرين من الدرجة الأولى لمعالي نارندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند وقد أقيمت مراسم استقبال لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند في قصر القضيبية تلتهم حادثات مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين حيث ناقش الجانبان مجموعة من القضايا على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي واستقبل دولة رئيس وزراء جمهورية الهند صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال المباحثات الرسمية أكد الجانبان عمق ومتانة العلاقات الثنائية وجذورها العميقة في تاريخهم المشترك وثقافتهم المتقاربة والتي نمت وازدهرت من خلال الروابط الاقتصادية المتنامية والاتصالات الوثيقة بين شعبيهما وقد تمت المباحثات في جو ودي حيث تم التطلع نحو المستقبل مع تبادل للآراء حول القضايا الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك عبر الجانبان عن ارتياحهما للحالة الراهنة للعلاقات الثنائية واتفقا على توسيع وتعميق تعاونهما في المجالات المتنوعة ذات الاهتمام المشترك وشددا على أهمية تعزيز اللقاءات السياسية رفيعة المستوى بالإضافة إلى التعاون في مجال الدفاع والتعليم العالي والعلاقات التجارية والاقتصادية والروابط بين الشعبين الصديقين ورحب الجانبان بجهود اللجنة العليا المشتركة بين البحرين والهند أشار الجانبان خلال الاجتماعات إلى التوجه نحو زيادة التجارة الثنائية والإمكانيات الحالية للاستثمارات البينية بين البلدين وأكدا رغبتهما من جديد في توفير بيئة مواتية للتجارة والاستثمارات تم توقيع مذكرات التفاهم التالية خلال الزيارة برنامج التبادل الثقافي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند إعلان نوايا حول التعاون بين المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء والوكالة الوطنية لعلوم الفضاء في مجال تكنولوجيا الفضاء إعلان النوايا حول تعاون مملكة البحرين مع التحالف الدولي للطاقة الشمسية مذكرة تفاهم بين الشبكة الوطنية للمدفوعات الإلكترونية بينفت والمؤسسة الوطنية الهندية للمدفوعات لبحث سبل التعاون وربط أنظمة الدفع لتسهيل المدفوعات بين البلدين رحب الجانب الهندي باهتمام الجانب البحريني في الانضمام إلى عضوية التحالف الدولي للطاقة الشمسية كمنظمة دولية وحكومية لتسهيل نشر الطاقة الشمسية أكد الجانبان إدانتهم للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن هوية مرتكبيه وأيا كانت دوافعه واتفق على زيادة تعزيز التعاون في مجال الأمن ومكافعة الإرهاب وتبادل المعلومات والاستخبارات كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما أشار الجانبان إلى الحاجة إلى اتخاذ مواقف متضافرة من جانب المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بما في ذلك من خلال الاعتماد المبكر لاتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب الدولي وأكد على أهمية فرض عقوبات شاملة على الإرهابيين ومنظماتهم من قبل الأمم المتحدة عبر الجانبان عن ارتياحهما لتعاونهم الثنائي المستمر في مجال الأمن ورحبا بالاجتماعات المنتظمة للحوار الأمني على مستوى نواب مستشاري الأمن القومي وناقش الجانبان الطرق والوسائل الكفيلة بزيادة تعزيز التعاون في مجال الأمن السبراني بما في ذلك منع استخدام الفضاء الإلكتروني للإرهاب والتطرف والإضرار بالوفاق الاجتماعي دعا الجانبان جميع الدول إلى رفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى وتفكيك البنى التحتية للإرهاب حيثما وجدت وقطع أي نوع من الدعم والتمويل للإرهابيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية من جميع المناطق ضد الدول الأخرى وتقديم مرتكبي أعمال الإرهاب إلى العدالة اتفق الجانبان على التركيز على تعزيز التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك مجالات الاستكشاف المشترك وتدريب الموارد البشرية هنأ دولة رئيس وزراء جمهورية الهند مملكة البحرين على الاكتشاف الأخير لاحتياطيات ضخمة من النفط والغاز أبرز الجانب الهندي اهتمام شركات الطاقة لديها بمتابعة فرص الاستكشاف التقليدية بالإضافة إلى تطوير أصول النفط والغاز المكتشفة حديثا في مملكة البحرين اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري في منطقة الخليج وهو أمر حيوي لأمن وسلامة الممرات البحرية أكد الجانبان على الحاجة الملحة إلى متابعة إصلاحات الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن من خلال توسيع كل تلفئتين من عضويته لجعله أكثر تمثيلا وفعالية في مواجهة التحديات العالمية أكد الجانبان من جديد التزامهما نحو نظام متعدد الأطراف وأكدا على الحاجة إلى تعزيز وإصلاح النظام والمؤسسات المتعددة الأطراف لتلبية تطلعات البلدان النامية فيما يتعلق بمشاريع الاتصال الإقليمية اتفق الجانبان على أنه يجب أن تستند إلى القانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وأشهد الجانبان بقيم التسامح والتعايش السلمي والحرية الدينية وأشهد وهنأ دولة رئيس وزراء جمهورية الهند بمبادرة صاحب السمو الملكي رئيس وزراء مملكة البحرين التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان يوم الخامس من شهر إبريل يوما دوليا للضمير أعرب دولة رئيس وزراء جمهورية الهند عن شكره وتقديره لمملكة البحرين قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة ووجه الدعوة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي رئيس وزراء مملكة البحرين وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء لزيارة جمهورية الهند الصديقة في وقت مناسب للجانبين والتي قوبلت بالترحيب المنامة الأحد الخامس والعشرون من شهر أغسطس عام 2019 ترجمة نانسي قنقر